من ساعات قليلة جدا افضل ظهير في تاريخ الدولي الاسباني وافضل ظهير في تاريخ ريال مدريد ودع الفريق الملكي مرسلو ساب ريال مدريد بعد رحلة عادت 15 سنة من سنة 2007 لسنة 2022 انا كواحد مدريدي وكناس كتير من المدريديين زعلانين جدا بعد ما مرسلو ساب الفريق ده وما فيش حد هيعوض مرسلو اذا كان طريقة لعبه روحه في الملعب الكنترول بتاع الكرة المشهور بيه الالقاب اللي اخدها اللي هنجيلها كمان شوية عاجات كتير جدا عملها مرسلو الفريق الملكي مش هطول عليكو عزين نتكلم عن اهم انجازات مرسلو مع الفريق الجماعية والفردية فيلا نخش في الموضوع على طول مرسلو وصل سنة 2007 ريال مدريد وحقق انجازات جماعية كتير جدا عايزين نبدأ بيها عبدالانجازات الفردية اول حاجة خد ست مرات الدوري الاسباني واخيرها كانت السنة دي ساعة 2022 وخد خمس مرات كاس السوبر وخد مرتين كاس ملك اسبانيا ولو خرجنا برا بقى مفيش اكتر من الالقاب اللي خدها مع النادي الملكي خد خمس مرات دوري ابطال اوروبا اللي هو اصلا يعني في نوادي كتير مشهورة زي برشلونة اللي بنفسه في الدوري وغريم التقليدي بتاعه واخدها خمس مرات في تاريخه بس النادي كله واخد خمس مرات لكن مرسله ونلعبها كتير في ريال مدريد وقدين خمس مرات دوري ابطال اوروبا وكمان السوبر الاوروبي واخده ثلاث مرات اللي هو اللي بيطلع من دوري ابطال اوروبا واليوروبا ليك بيلعبوا بعض حاجة اسمها السوبر الاوروبي واخدها ثلاث مرات وخد اربع مرات كاس العلم للاندية وكي يتممكن تبقى الخمسة السنة دي نروح بقى الجوائز الفردية جائزة اليويفا سنة 2011-2017 لافضل فريق وتشكلة الاحلام لكاس العالم سنة 2014-2018 وكمان كان في فريق الموسم سنة 2015-2016 في الدوري الاسباني وخاد افضل مدافع في الدوري سنة 2016 وكان في تشكلة الموسم في دوري ابطال اوروبا سنة 2015-2016 وسنة 2016-2017 وسنة 2017-2018 ونقدر نفهم من كانت دي زروة او افضل فترة في حياة مارسلو مع النازل الملكي وكمان كان عامل صناقية جمدة جدا مع كريستيانو احنا فاكرين ماتش البايرن وماتشات تانية كتير كريستيانو ومارسلو كان عاملين ازاي مع بعض طريقة 3-5-2 اللي كانت ساعات ريام مدريب بتلعبها لما بتيجي تهاجم كان مارسلو بيبقى ظاهير تحت كريستيانو ناحية الشمال على طول وكننا بنلاقي صناقية جمدة جدا ما بين الاتنين وتشكلة السنة من اسم سنة 2015-2016-2016-2017 وكان في التشكلة المسائية من الفيفا سنة 2016-2017 وكان في تشكلة السنة من انتحاد الدولي التاريخ واحصاءات كرة القدم من سنة 2017 وخات جايزة اسمها في فيبرو سنة 2012-2015-2016-2017 طبعا انا عدت ادور ايه في فيبرو دي لقيتها انها النقابة الدولية اللي عابين كرة القدم من الفيفا بسها بالفرنسية واسمها فيفا برو بالانجلش دي كده تقريبا كل الانجازات اللي عملها مارسلو مع ريال مدريد انا بجد مش مصدق ان مفيش مارسلو تاني في ريال مدريد وخلاص كده مش هنلاقي مارسلو تاني في الملعب اي نعم في الفترة اخيرة كان مندي هو اللي بيلعب او لما مندي مصاب كان في ناتشو بس مارسلو ايام مارسلو خلاص يعني مش مصدق انها راح بس ان شاء الله في الفترة الجاية نلاقي ريال مدريد اقوى وان شاء الله هيلقي العيب قريب من امكانيات مارسلو اكيد مش زي مارسلو ونلاقي الملكي لسه زي ما هو بياخد البطولات ودوري الابطال وكل حاجة بيعملها زي الاول بس ده اللي كان عندي النهاردة وانا بصراحة يعني مكنتش ناوي اتكلم عشان كنت مدائق جدا ان خلاص مرسله ومشي بس خلاص يعني لازم الناس بقى اللي بتشجع على المدريد تزعل معايا بقى ونعد نفكر ايه البديل المتاح لمرسله ولو عجبك الفيديو بتاع النهاردة بتنساش تشترك في القناة لو انت جديد وتعمل شير وتعمل بقى لايك وكل الحاجات اللي انا بنقول عليها دي وتعمل شير لزميلك يعني كل واحد عنده زميل ومتابع الكورة وكده يعمل شير ولو عندك كومنت عايز تعدل علي في حاجات كتير عادي انا بتقبل الكلام ده كله قولي تحت في الكومنت وفي الاخر كده قبل ما ناقي في المعلش في خبر ان موسيماني خلاص فسخ التعاقد بتاعه مع النادي الاهلي بالطراضي وموسيماني ما بقاش موجود في الاهلي بعد الاجتماع اللي عملوه من ساعة فانا بصراحة متضايق جدا انا بحبه موسيماني بس هنشوف بقى الاهلي ايه البديل اللي هو ممكن يجيبه اللي هتلوقتي في فترة حرجة جدا بعد ما خسر افريقيا ومحتاج اللي هو يرجع ويوفع رجليه تاني ويلحق الدوري والكاس والكلام ده كله فهنشوف مين الادارة بتاعة الخطيب والنادي الاهلي هيعمله ايه وهيجيبه مين هيجيبه فيلر تاني ولا في حد محلي هيمسك النادي فربنا يسطر وهنتكلم في الكلام ده ان شاء الله في حلقة جاية باذن الله عن مستقبل النادي الاهلي وفترة مسيماني مع النادي الاهلي وان لا يحصل بعد كده وربنا يسطر من ماتش بكرة بتاع كوريا ده يعني مش عالفين سوني هعمل فينا ايه يعني ربنا يعني تولنا برحمته ونخرج باقل الادرار باذن الله